بالتأكيد يا فارس والقصة مش قصة كرة قدم الحقيقة القصة ان انت النهاردة كنت بتشوف الدار البيضة في اسكندرية كنت بتشوف الرباط في كافيهات القاهرة كنت بتشوف فاس في كافيهات المحلة كنت بتشوف طنجة في الزأزيق كنت بتشوف كل مكان في مصر يكتسي بلون المغرب كأنك بالزبط في الدولة المغربية انا النهاردة كنت في الطريق فاقلت هتفرج على المبرافقة فيه تقريبا حسيت ان انا بالفعل في احد ضواحي المغرب كمية حماس مع كل كرة مع كل هجمة مع كل لحظة بتمر في المباراة بتقول لنا يعني خلوني اروح لهشام الجخ شوية الشاعر المصري الاهلاو الجميل لما كتب عن التأشيرة ان الورقة والالوان اللي سابهم هشام الجخ سابهم لبدر بنون وسوفيان بوفال سابهم لنصيري سابهم النهاردة ليسيم بونو عشان يكتبوا العربي ممشوقا في هامته بيقدم نفسه للعالم في مجال قرة القدم وبيقتحم الاربع مراكز الكبار على مستوى العالم النهاردة ما كانش فيه تأشيرة النهاردة بالفعل كان السودان وجبوتي ولبنان وسوريا ومصر وليبيا والجزائر وتونس ومورتانيا والخليج العربي كله تحت علم وراية المنتخب المغربي حتى افرقى النهاردة كنت تشوف الشعب السنغالي قد ايه بيحتفل بيفوز المنتخب المغربي فتعرف انها ليست مجرد قرة قدم لا دي احلام كتير جدا احلام تقدر تصدقها النهاردة ما كنتش محتاج جواز سفر او ختم عشان تشجع منتخب المغرب النهاردة منتخب المغرب كان بيلعب على اراضي قطرية اراضي عربية كأنه بيلعب في بلده التاني بالزبط اكيد سعداء للمنتخب المغربي اكيد سعداء للرسالة اللي قدمها المنتخب المغربي اللي كانت لا تخلو على الاطلاق من الحماس لا تخلو على الاطلاق من الانتماء بتقولك ان انت بالروح القتالية والتخطيط والعلم تقدر ان انت تصنع المستحيل لما وليد الركراكي قال حان الان موعد اننا نحلم ان يكون هناك فريق عربي بيقدر يفوز بكأس العالم اي او ينافس على كأس العالم ما كانش يدرك ان هو كان يقصد النسخة دي ولكنها تحققت في النسخة دي ليه لان وليد الركراكي اللي وصل للمبراء النهائية قائدا لفريق الوداد البيضاء والمغربي امام النادي الاهلي بغض النظر عن ملابسات المبراء والبطولة تخيل بعد البطولة وبعد حصده اللقب كان بياخد دورة الايبرو وكان مع ابتسو مسماني المدير الفني للنادي الاهلي الايبرو كان مدير فني وطني مصري قدر ان هو لما يصل لمستوى من البطولات او تدريب لاحد الفرق الكبيرة قدر يشتغل على نفسه وياخد بالعلم وليد الركراكي خد بالعلم وخد بالوطنية والانتماء فقدر يطلع اقصى ما لدى المنتخب المغربي يمكن فارس كان بيتكلم عن حليل وزيتش اللي تم قلته قبل شهرين من بطولة كأس العالم ويمكن كتير جدا من خبراءنا الفنيين في مصر كانوا بيتكلموا ان دا المدير الفني الافضل لمنتخب مصر او للنادي الاهلي ودخلنا في مقارنات كتيرة جدا لكن الاتحاد المغربي كان شايف ان جو الصدام اللي كان موجود ما بين بعض اللاعبين وكبار النجوم مع زي زياش مثلا مع حليل وزيتش بيقول ان الامور مش هتروح لمكان بعيد فكان لازم من مدير فني وطني وقرار جريء خدت قرار جريء خدت قرار مدروس خدت واحد ثقف نفسه بشكل كبير جدا قدرت اتحقق الانجاز ده امام فريق المنتخب البرتغالي اللي هو كان عنده اغمة كبيرة جدا ما بين المدير الفني ما بين كريستيانو رونالدو ما بين الاتحاد البرتغالي لقرة القدم يمكن كان فيه دخان ظهرت ناره النهاردة من جوليوس كريستيانو رونالدو المباراة الماضية ومحاولة ان هو ما يتدربش بعد المباراة الماضية ويطلع الاتحاد البرتغالي يدافع عن كريستيانو رونالدو ويطلع رونالدو يقول يا جماعة والله ده احنا كلنا كويسين واما قادرة على تحقيق الحلم ويطلع المدير الفني يقول انا قلت كريستيانو رونالدو يتم استبعاده من معسكر كريستيانو رونالدو منضبط جدا كان كلام كتير جدا معروف ان لو منتخب المغربي ظهر بالصورة اللي ظهر بيها النهاردة يقدر يتخطى البرتغال ليه لانه على قلب رجل واحد وكان وراه كل الشعب العربي والشعب الافريقي فهنيئا لشعب المغرب بمنتخب الرجال سود الاطلسي